ما يزال قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه صعوبات عدة حيث أصدر ممثل للدعاء في 16 ولاية ديمقراطية وفي مقاطعة كولومبيا مذكرة قانونية تضامن فيها مع ولاية هاواي في مسعاها لعرقلة الأمر التنفيذي الصادر في السادس من آذار الماضي والذي أمر قضيين بتعليقه قبل أن يبدأ بتطبيقه هذه المرة زاد عدد الولايات التي تؤيد القرار حيث يؤكد بعض خبراء القانون أن إعادة تنظيم الولايات لصفوفها قد يشير إلى أن التعديلات التي أجريت الشهر الماضي على الأمر التنفيذي الأصلي الذي أصدره ترامب عززت موقف الحكومة في المقابل حصلت ولاية تكساس على تأييد 14 ولاية جمهورية أخرى وأصدرت هذه الولايات مذكرة قانونية في العاشر من نيسان أيدت فيها استمرار العمل بحضر السفر ترامب ادعى أن هذا الحضر ضروري للأمن القومي لبلاده ولكن هذه المرة الأولى التي ينقسم فيها الشارع الأمريكي بين مؤيدا لسياسات رئيسه ومعارضا لها الولايات المتحدة بصفتها الراعي الرسمي للإرهاب في المنطقة يخشى رئيسها ضمنيا من عودة الإرهاب الذي دعمته بلاده في عهد الرئيس السابق ولذلك فهو يسن قوانين جائرة معتقدا أنها قد تمنع الإرهاب الذي لا يعرف حدودا لامتداده